اشتركوا في القناة احنا كنشوفوا بأنه يعني البلاد دينا والتقافة السائدة هي تقافة بدريكية يعني وفيها إهانة وفيها يعني عدم اعتبار المرأة والدور اللي بكلها تلعبوه بكلية يعني وهناك القو بأنه المرأة رغم كل العراقي التي تواجهوها أنه في ظل هذه الأوضاع الاجتماعية المزرية راك على الأقل 27% دي الأسر المغربية للمرأة هي تجيب القفة الوحيدة للبيت لأنه كين العطلة وكين واحد العداد دي الأمور ثم أنه قانون الأسرة كان ظن بأنه صل مده وأنه يمكن يكون من الأدوات المساهمة لأنه القوة دي القانون كتلعب دور بيداغوجي كتلعب دور لي هو مهم يمكن له يساهم في صوني حقوق المرأة في العمل أيضا القوانين كلها اللي تكلمتوا عليها يعني القانون دي الشو القانون الجنائي وحد عداد ترسانة قانونية يمكن لها تعزز دور دي المرأة ويمكن لها تنهض بها وأيضا يعني إلا إلا شونا يعني النساب دي النساء النشيطات كالقوا 20% اللي هي يعني نسبة لي جد متدنية ولكن كالقوا أنه من ضمن الأمور مش فقط أنه ضعف تكوين وما كانش الخدماء وما كانش هذا كالقوا أيضا أنه ما كلقوش حتى هذوك الدور دي الرعاية الأطفال اللي اليوم في الدول المتقدمة أي شركة كتلقاها كتلقا فيها يعني لا تخش باش كيمكن المرأة كتجي كتحتوليدها ولا بنيتها كتطمأن عليه وكتلع كتشتغل وكتكون المرضودية دي العمل ديها اللي هي مهمة ولهذا يعني إحنا اليوم في بلدنا من أجل محاربة هذه الظاهرتين اللي هما ظاهرتين خطيرتين ومن المعيقات أمام تنمية دي البلدنا كين المدخل دي المدخل السياسي لخصويت ذات كين المدخل دي الإصلاحات اللي خصوصت وصلنا للدولة اللي هي دولة بالفعل كتفكر في الجميع وكتفكر في توزيع العادي ديالتروة دولة التي تحق القانون دولة اللي كتعمل على الملاءمة ديال القوانين الداخلية مع القوانين الدولية وبالمناسبة للمغرب يعني صدق عليها وهنايا كنقول أيضا كين واحد العدد ديال المؤسسات اللي كتقترح اليوم مشاريع كتيرة اللي يمكن لنا أننا ندمجوا فيها الأطفال مشيغي بالتربية الداميجة ولكن كذلك ندخلوهم في واحد الحركية اقتصادية اللي غادي تجعلهم غدا يكونوا مستقلين ومزيان شوفوا من ضمنهم كين ذاك المؤسسات ديال خير ريجي السيانس بو ديال فرنسا اللي في واحد العدد ديال الكفاءات كبيرة وكانوا في لقاءاتي نكون عقلنا معهم كي اقترحوا مئات المشاريع اللي بإمكانها أنها تخدم كتر من مئتين ألف شاب وشابة في السنة وبالبرامج المواكبة من أجل هذوك النس اللي كيكونوا ضيعين أننا يعني نمدون لهم اليد باش يمكن لهم حتى هما يلتحقوا بالعالم ديال القراءة وبالعالم ديال الشغل اللي غادي يكون هما وعين بالحقوق ديالهم باش تتمتح الاحترام ديال هذا الحقوق ما غاديش نطول عليكم كتر من هاد الشي وغادي نتقدر نستمع العرض ديالكم باش ممكن لنا نتفعله أكتر مع ما تقترحون في هذا المجال وشكرا لكم شكرا جزيلا أستاذ بكر تيطواني شكرا موصول أستاذ نبيلا مونيب وأيضا للحاضرات الحاضرين معنا في هاد اللقاء التواصلي مع حزب الشراكي المحاد فهذا العرض سأقدم بعجلة يعني النتائج الأولية أو المؤقتة للبحث الإجرائي التي تنظمه أو التي تجريه المؤسسة ديالفقه التطواني حول ظاهرة تشغيل الأطفال في سن التمدرس من أجل ذلك سأقدم الصياق ثم الإشكالية الأساسية للبحث تليها فرضية البحث ملهجية وميدان البحث ثم النتائج الأولية وأخيرا التوصيات الأولية أو المؤقتة التي ستقدمها يعني مؤسسة القياة التدواني فالسياق الذي يجرى فيه هذا البحث فهو السياق يعرف يعني واحد عدد كبير ديال المقاطعين عن الدراسة في جميع الأسلاك بحيث يصل العدد إلى 331 ألف تلميذة وتلميذ سنويا وهذا حسب صريحة رسمية ديالسيد وزير التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي الأسداموني ذكرت قبل لاحظات الإحصائية ديال المندوبية السامية التي تخطيت ولكن السيد وزيرت يقول بأن الرقم هو 331 بتهنا كيف سر لنا بأن ركيم ربما واحد تناقض ما بين الخطاب ديال المؤسسات الرسمية ما بين الخطاب ديال الوزارة الوصية وأيضا المندوبية السامية التي تخطيت في نفس الوقت في هذه السياق كان عيش واحد وضعية غير مستقرة التي يعيش بقطاع التعليم من خصوص الاحتجاجات ديال الأطور ديال القطاع وأيضا الوضعية ديال المدرسة العمومية ما بعد أزمة كوفيد 19 وهنا لاحظنا ورسجلنا بأن كان واحد نعمل الهجرة بين معقوفتين من المدرسة الخصوصية إلى المدرسة العمومية وهذا يدل على أن طبقات الوسطى في المغرب أنهكتها عن المدرسة الخصوصية وبالتالي ترات لتعود توضع أولادها لأبناء ديالها في المدرس المدرسة العمومية وأخيرا كان الجيل الجديد من السياسة الاجتماعية التي أطلقتها الدولة كانت سياسة الاجتماعية وبالخصص تعميم التغطية الصحية وإمكانية تأثير هذه السياسة الاجتماعية على الحد من ظاهرات هي كالتالي أين تتجلى محدودية السياسة العمومية الموجهة لمحاربة الهضر المدرسي فكن عرفوا بأن مجموعة من البرامج مجموعة من السياسات العمومية من بينها برنامج تيسير مدرسة الفرصة الثانية لذكراتها الأسدى المونيب وأيضا المدارس الجامعية فأين تتجلى محدودية هذه السياسة في محاربة ضرورة السياسة من أجل ذلك تبنينا المناهج الكمية والكيفية في العلوم الشيناعية وفي تحييد السياسة العمومية من بينها مجموعة التركيز النقاشية وكيس الظهو التي ضمنها مع الفاعلين المعنيين بالظاهرة كمهنيهم التربية والتكوين المدرأ دير المؤسسة التعليمية سي بكر تيطواني أشار بأن لقنا تقريبا مع أكثر مئة مدرسة وأيضا ممتلي السلطات العمومية التربوية في شخص المندوب الإقليمي بكل من سالة وأيضا بإقليم الخميسات وممتلي بعض الأحزاب السياسية إلى حدود اليوم حزب حركة الشعبية حزب التقدم والإشراكية وحنا لنا الشرف لكي نستقبله اليوم الحزب الشراكي الموحد تبنينا أيضا كمنهاج الاستمارة مع الأطفال المنقاطعين عن الدراسة وأسرهم بإقليم الخميسات ومنطقة السهل لعمل السلاة وأيضا تحليل الوثائق الرسمية والتقارير للمنظمة الوطنية والدولية فيما يخص فرضية البحث أردنا أو نريد في هذا البحث هذا الإجرائي بأن الآليات الموضوعة من أجل الحد من ظاهرات الهدر المدرسي هي نفسها التي تساهم في استمرار الظاهرة كما قلنا بأن الحكومة وضعت مجموعة من الآليات كما برنامج تسير فرصة ثانية المدارة الجمعية فنفس هذه الآليات هي نفسها التي تعيد استمرار هذه الظاهرة أو ما قد نسمي بلغة فرنسية النتائج الأولية إلى حدود اللحظة السبب الرئيسي لتشغيل الأطفال مرتبط بالهدر المدرسي معنا أن هناك ظاهرة واحدة تتفرع عنها ضواهر الشمعية أخرى أو هناك تقاطع في الظاهر فالظاهرة الأم هي الهدر المدرسي التي أعطتنا مجموعة من المشاكل التي من بينها تشغيل الأطفال في سن التمضلوس هناك أسباب دافية وموضوعية التي تصلنا لها لضاهرات الهدر المدرسي المشكلة الأساري الهشاشا الوضع الشمعي البعد بحيث أن هناك مدارس جد بعيدة عن محل السكنة وبعض التلاميذ وغياب المرافق الصحية هذا مشكل وعائق بالنسبة للإينات صراحة اللحظنا وسجلنا خاصة بمنطقة السهول وأيضا بإقليم الخميسات وضعف الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التربوية اليوم أنا جيت من جامعة موليسما المكناس في الجامعة وكان نتحدث عن ضعف الطاقة الاستيعابية الفضاء يمكن أن المؤسسات تستقل بذاتها المشكل لنقل المدرسي ونجنب أنه هو نوع من الصفر المدرسي لماذا؟ لأن مثلا بجامعة السهول تلميذ يتنقل يوميا لما ستصل إلى 50 كيلومتر كل يوم بمعدل 250 كيلومتر في الأسبوع تلف هذا مشكل كبير يعيش بعض التلاميذ فضلا عن نقل المدرسي جيد مكلف بالجامعة الترابية لأن كان لقاء مع رئيس الجامعة في منطقة السهول يصرح بأن بسبب الميزانية كان برامج المستوى الإقليمي أو الأقاليم المجلس الإقليمي يتبنى السياسة الإقليمية للنقل المدرسي فهما يقول أن هذه سياسة جيد مكلفة بالنسبة لنا وبالتالي خاص بدائل لحد من الظاهرة وعدم اكتفاء فقط على الهضر المدرسي من حتى يصير لاحظنا بأن من حتى يصير التي تهدف لحد من ظاهرة الهضر المدرسي تمنح الأسر فهي نجد أنها تذهب للعيش اليومي للأسرة وبالتالي فعوض أن تشكل تلك المنحة البسيطة يعني واحد المنحة التلميذ لكي يشاري لوازم المدرسة وأيضا هندان المدرسة فهي تذهب للعيش اليومي وهذا إندل على الشيء ويدل على أن هذه الأسر تعيش فيها شاشة كبيرة إلى حدود اللحظة تسمى التوصية التالية يعني مدراسة أو مؤسسة الفقرية التوانية تقترح التوصية التالية تبني مقاربة مختلطة يعني وفعلية يعني بركة علينا من الهضراء خلصنا ندرسوا شيء حاجة لي هي عملية تجنع بين الزجر يعني زجر المشغلين والإلزام بالنسبة للأسر والتحسيس لهم معا العملية للتحسيس للأسر ومشغلين ولكن كيف تختلفوا في مسألة أن الأسر يصل إلزام نلزموا عليها أن توضع الأبناء ديها في الدراسة ومشغلين يعني الزجر المسألة الأخرى أو التوصية الثانية القاطع مع السياسات المركزية ووضع سياسات ترابية محلية لحد من ظاهرات الهضم دراسي تراعي خصوصية كل جهة ترابية من الجهة 12 المملكة لماذا؟ لأن السلا أو الخميسة ترى ما هي هي تنغير بالعين المجردة والرصد اللي قمت بيه شخصيا في إقليم تنغير يعني الخصوصية دي المنطقة تنغير مثلا ما هي خصوصية دي الارباط أو دي السلا أو الدار البيضاء متلفة الظاهرة لها عوامل مختلفة وفق خصوصية كل جهة تنغير مثلا كين ساكينة يعني في الجبل وبالتالي هناك صعوبات كبيرة لولوج المدرسة هنا ربما كين البادية ولكن يعني العوامل تختلف من جهات ترابية إلى أخرى وبالتالي فهنا يجب وضع سياسات أو تشجيع وضع سياسات ترابية محلية تراعي خصوصية كل منطقة مثلا في تنغير وصلوا أنهم داروا اللجنة الإقليمية لمحاربة الهدر المدرسي يشرف عليها السيد العامل لذي الإقليم التين غير وضعوا واحدة الابليكاسيون واحدة الابليكاسيون اسمتها هادر هادر ماب بالتالي واحدة الخريطة جغرافية أبليكاسيون في التليفون كتبية لنا فين كين المدارس وفين كين الأسر اللي كيعانون من الولوج المدرسة فهذه ربما قد تعامن فقط على المناطق الجبلية وقد لا تكون صالحة لمثلا إقليم الخميسة وأخيرا دعم وتقوية قدرات جمعية المشارع المدني فمؤسسة الفقية التتواني كتقترح أنه يجب يعني دعم هذه الجمعية دي المشارع المدني بالخصص جمعية الأباء وأولياء التلاميذ اللي كيتلعب دورانا رئيسيا في الحد الضائرة بل أكثر من ذلك يمكن أن تشكل وسيطا بين فضاءة نشأة دي التلميذ أو دي القفل اللي هي الأسرة مؤسسة الأسرة وأيضا مؤسسة المدرسة يجب يعني يعني عادة الاعتبار للأدوار أو للأدوار التي يمكن أن تلعبها جمعية الأباء وأولياء التلاميذ هذا كل ما الذي أقوله وشكرا لكم على حسن الاستماع سينوينو ستحدث على الاتفاقية التي وقع عليها المغرب فيما يخص التفل وإدماج دي رف المدرسة بشكل مقتضب ولا جد مقتضب حتى لا نعيد تكرار ما سبق ذكره على لسان السيد الرئيس السيد بوبكر فقه التطواني والأستاذ المناصفي المقاربة من حيث المقاربة القانونية لهذه الوضعية التي تدخل بين عدة دواهير ظاهرة الهدر المدرسي وظاهرة الشهر الأطفال يمكن أن نقول أن هما وجهان لعملة واحدة لأن أغلال لبيت التلاميذ الذين يهدرون أصوار المدرسة يذهبون للشتغال في الإطار الغير مهيكل مهيكلة مهيكلة ومهيكلة دراسة أولية للنصص القانونية والترسانة القانونية المغربية نجد أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية قوية هناك مجموعة من اتفاقية الدولية التي صدق عليها المغرب لا فيما يخص حق الطفل في التعليم وإلزام الدول على محاربة الهدر المدرسي ولا كذلك الاتفاقيات التي تهم محاربة تشغيل الأطفال يعني جل الاتفاقية الأممية المغرب مصادق عليها ومصادق البروتوكولات الاختيارية المرافقة لها كذلك ينص الدستور المملكة على أن التعليم الأساسي حق للطفل ويلزم به الدولة والأسرة نفس هذا المبدأ تكرسه مجموعة من القوانين ومجموعة الخطب الملكية من بين هذه القوانين كان قانون الإطار 51-17 المتعلق بالتربية والتكوين كذلك القانون 12-19 المتعلق بحديد الشغل المتعلق بالعمال المنزليين الذي يمنع تشغيل الأطفال دون 18 سنة وكان خلاف 1.5 منه ومرحلة انتقالية من 5 سنوات توجيز تشغيل الأطفال ما بين 16-18 سنة الآن كملات هذه 5 سنوات أين تطبيق هذا النص في الواقع كان القانون رقم 13-97 متعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها الذي هو كذلك يلزم الدولة على توفير الولوجيات وتسهيل الولوج كذلك يحمي حقهم في العمل بعجلة ترسانة قانونية كان مجموعة من النص اتفاقية الدولية المهمة كلها صادقة عليها المغرب ولكن لاحظنا أنه من خلال الممارسة الواقعية كان هناك واحد الهو بين النص وبين ما هو واقع هنا نص معينة ولكن ظاهرة الهضر ما زال مستمرة وبنفس قريبا نفس الوتيرة في حدود 330 ألف طالب سنويا تلميذ يغادرون أسوار المدارس قامت الدولة مؤخرا في 21 كنضون بواحد الاتفاقية بين نيابة العامة وبين وزارة التربية الوطنية تهديفوا إلى إعادة إدماج تلميذ الذين غادروا أسوار المدرسة عن طريق واحد الدافعة معينة منع زواج القاصرين وواحد المصاحبة معينة قانونية عن طريق نيابة العامة لإرجاع أو لإنزام الأقصر على إرجاع الأطفال الذين غادروا وكانت عندها نتائج لكن تبقى محدودة هذه النتائج أين يوجد الخلل نحاول مبدئيا أن نرصد مكامل الخلل لكي نحاول أن نقدم اقتراحات المؤسسة تقدم اقتراحات الجهات الواصية وذلك بالمشاركة مع الفاعلين المدنيين والسياسين في المجتمع المدني المغربي من بين الاختلالات كان مثلا التي راصدنا أنه قانون الشغل يتحدث عن الطفل والمرأة في نفس الفصول مع العلم أن الطفل والمرأة فئات مختلفة مثلا من 172 فما فوق دي الفصول كيف رحل الحدث والمرأة والمعاق وكان هذه ثلاثة الوضعيات مختلفة من بين أو كذلك يعني الاختلالات أنه النصص متفرقة ربما جمع النصص المتعلقة بالطفل في مدونة حماية الطفل وربما يكون عندها الأثر إيجابي هذا بعجلة ما بعد ما رصدنا من اختلالات وتمنى إن شاء الله مشاركة الحزب اتحاد الاشتراكي الموحد في النقاش ويعطينا ربما مقترحات كذلك شكرا لكم عن الإنصص شكرا لكم شكرا لكم سيدة الأمينة العامة سيدة رئيس المؤسسة الأصدقاء والصديقات مساء الخير نحن سعداء أننا نحضر في هذا اللقاء مع الحزب الشراكي الموحد وهو من القوى الديمقراطية المغربية في طرح هذا الإشكال الذي فيه الهدر المدرسي وتشغيل الأطفال وفيه كذلك وضعية النساء العاملات وخاصة في القطع الفلاحة وفي المناطق القاروية الغرض من هذه الجولة على الأحزاب السياسية وأن الأحزاب السياسية عندها معطيات مهمة على ثلاثة دي المستويات أولا على المستوى الفكري الإديولوجي دي كل حزب كين مبادئ وتوجهات كبيرة عندها بدون شك صلة بالمواضيع اللي احنا كن نقش صور ديهم للمرأة ووضعيتها تصور ديهم للطفل ووضعيته كذلك الجانب الثاني هو ما يتعلق بالعمل البرلماني الأحزاب كتشارك في تشريع من داخل البرلمان وكتناول نصوص وكتشتغل على النصوص وهناك نصوص كتتعلق بهذه الظاهرتين واللي خصها تجويد المستوى التالي هو مستوى العمل الجماعاتي الأحزاب كتكون عندها جماعات محلية كتمرس فيها نوع من سياسة القرب أكتر واللي فيها علاقة مع ما هو محلي ومع النخب الجهة وعندها معطيات حول الأوضاع الحقيقية المباشرة للنس أيضا بغناء التصور الحزب في هذا الجانب بعض الأحزاب عملت تكوينات على المستوى المحلي في الجماعات بعض الأحزاب عندها رصد ضواهر كثيرة اللي ممكن تفيد المؤسسة في هذا البحث فهذه ثلاثة المستويات مهمة بنسبة لنا عند فعلاقتنا بالأحزاب السياسية وفي التشاور معها وبقى الجوج دير النقاط بغيت نشر لها أنه إلى حدود الآن ومن خلال مدخلة دير السيدة الأمينة العامة وكذلك الصديقين وكذلك الكلمة دير السيدة رئيس المؤسسة كيبان بأن عندنا جوج دير المعضيلات في المغرب كيتعلقوا بهذه هاتين الإشكاليتين المعضيلة اللولة هي العقلية السائدة أو نقوله التيار العام دير الوعي السائد في المجتمع اللي هو تيار دير التقافة أبوية تحتقر المرأة بشكل لحد ما وتحتقر الطفل كذلك مفهوم الطفولة فهذا الفكر السائد هو أن الطفل كنصخره أننا كنكبره من أجل قضيلنا أغراض معينة ما هوش إنسان في ذاته المرأة تعتبر أنها ملحق وراء هذه الفكرة التي شار لها الأستاذ هي مهمة جدا لأن تصور السائد في المغرب على المرأة لماذا تربطها بالطفل المرأة كإنسان قائم دات غير معترف به خاصة تكون في أسرة وتعمل أطفال بيش تكون عندها قيمة قيمة المرأة في الطفل وفي الأسرة ولهذا التيار المناوئ للمرأة يهضر على استقرار الأسرة لما تقول حقوق المرأة يقول استقرار الأسرة بمعنى كما لو أن الحقوق هي سبب تفجير الأسرة هذه المعضلة التي تقفى السائدة لا تساعد لا تساعد وربما المؤسسة لفقية التطواني في هذه الدراسة وفي هذه المساعة التي تعمل من أجله في هذا الموضوع سيتلمس هذا في المجتمع عند الأسر سيتلمس عند المديرين المؤسسات وعند المحط للطفل المعضلة الثانية وهي أن نعمله قوانين وكن ندخله في مسلسل تجويد هذه القوانين ولكن في النهاية لا يوجد أي شيء أثر على حياة الناس لأنها لا تفعل وهذه معضلة كبيرة جدا وخطيرة وللأسف إلى حدود الساعة ما زل ما شفناش يعني واحد الإرادة ديال أن واحد ترصانة قانونية مهمة تنتقل حيز تنفيذ وركم كتشوفوا المكتسبات الدستورية ديال مكتسبة فهذا هو من أجل المزيد من توضيح الهدف ديال هذا اللقاء وكن نجدده شكر للسيدة الأمين العامة وكل الرفيقات والرفقات اللي معها شكرا أنا بغيت نتكلم بأن حضرة معنا كذلك رفيقة غزلان بصري اللي هي كتمثل القطاع النسائي ديال الحزب الشراكي الموحد نحن حضرنا بالقطاع النسائي والقطاع الذي يمثل الطفولة وفي مشاكل ديال زائد القطاع ديال التعليم باش يمكن تعمل فائدة لأنه توليد الأفكار أساسي ومؤسس قبل أن نخلص إلى استراتيجي نسمع مرحبا حتى نتوقع تدخل إن شاء الله مرحبا مرحبا أميما السمليلي هي الكاتبة الوطنية الشاب الحزب حشدت حركة الشاب الديمقراطية التقدمية وهي كذلك فاعلة في مجال محاولة إنقاذ الطفولة الضائعة أنا أكدوك نسمع شكرا تحية للحضور تحية لرئيس مؤسسة الفقه التطواني تحية الرفق ورفقات ورفق نبيل موني بالحزب الشراك الموحد صراحة موضوع تشغيل الأطفال بالنسبة لنا سواء كعملين في القطاع أو كسياسيين في الحزب الشراك الموحد اللي كان عندنا مجموعة دي اللقاءات أو دي المبادرة اللي درناهم اللقاء مع مجموعة دي الطبقات الهشة مجموعة دي المدن عبر المغرب خلتنا أننا نكون واحد صورة للظاهرة دي لتشغيل الأطفال أو للعنف ضد النساء أنا غادي نبدأ بالعنف ضد النساء في تشغلي أنا بالنسبة لنا أو لبنسبة أنا شخصيا هو المدخل الرئيسي اللي كدخلنا الظاهرة لتشغيل الأطفال لأنه في المغرب كما كان عرفوا أنه في الأسرة المغربية ما بقى العمل مقتصر على الأب وحدته وليحة على الأم وفي مجموعة وفي مجموعة كما قال أسد عصيد أنه المرأة المغربية دي ما يعني جميع المسؤوليات عليها ولكن ما كنت تعطاها شقيمتها يعني الرجل المغربي ماشي كامل بين الشغ ماشي جميع واحد للنسبة دي الرجال المغرب اللي بنسبة لهم جميع المسؤوليات كحتو على المرأة يعني المرأة خاصة تشتغل خاصها خاصها هي اللي تعلو لجالها وكل شي دونك كتطر أنها تشتغل في البيوت كتطر تشتغل في المزارع في المصانع هذو كل الأولى لجالها ميكدهم كتلقى أنهم مشكل لأنهم جموعة دي الأرباب العمل كيرفضوا هادشي دونك كتطر أنها تخليهم بدون مراقبة دونك أولى كتطر أنهم يكونوا هما النقطة الأولى النقطة الثانية هما النساء اللي كيكونوا في السن سبعتاش ثمنتاش اللي هما برسوم قصيرين كيسفتهم الأباء ديالهم للمدن باش أنهم يخدموا دونك كيطحوا في علاقات خارج إطار الزواج هاد العلاقات اللي خارج إطار الزواج كي كيجي منها طفل أو لا جوج أو لا ثلاثة هاد الأطفال هادو هالأم تقدلوا راق ديالها بدون أب ما زال عدنا عجز فيها بزاف دونك اضطر تخلي هاد الأولاد ما تدخلوا مش للمدرسة وكيوصلوا أنهم في واحد السين معين خاصهم حتى هما يشغلوا لأن دول حل واحد باش أنهم يطوروا من مش يطوروا من دات هم بلوتو ولكن لقى واحد الحل بدل دك الضيع اللي هما فيه دونك يطروا أنهم يخرجوا تهم السوق العمل أول حاجة أخرى اللي كتكون بزاف هو سوق المعاملة ديال النساء في العمل اللي كيشوفوها هالدراري صغار ولي كتأطر عليهم نفسيا وكيولي هما العامل النفسي ديالهم كيمشي كامل لأنه يخدم ويخلي الأم دياله أنها ما تخرج وما تتعامل بهذيك المعاملة اللي كتسي لها هذي نسبة كبيرة اللي كتخلي أنه هذي الأطفال يخرجوا لسوق ديال العمل بكري مسألة ديال تشغيل الأطفال القاصرين مسألة الدولاء رغم ديالجهود كاملة اللي دارت رغم ديالق القوانين ولكن ره هكتهم المجموعة ديال الأمور لو أن أخذت هذي الطاهرة هذي بمحمل جد كنا غذين تجاوزوا بمجموعة ديال الأمور اللي كتبق فيهم ديال 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 مجهود ولكن في الأساس ره هكت تبدل واحد المجهود اللي هو خاوي نهضروا مثلا على ما هو صحي هذي الأطفال هذي يخرجوا في السن مبكرة لسوق الشغل كيتعرضوا المجموعة ديال يعني هذي اللي تتقول الإحصائيات أنهم كيتعرضوا المجموعة ديال مشاكل الصحية اللي كتخليهم أنهم في حتسين معين كيولوا عبأ على الدولة لأنه الطفل مي يخرج بكري يشتغل كيتصب أمراض عقلية عقلية جسدية أما النفسية قاما كيعترفوا فيها هذا هو المشكلة لدينا باب نفسية ونحن مجموعة فين وصلنا العقلية أمراض عقلية بزاف لكي تشغيل أطفال القاسرين لأنه النمو الطبيعي ديال الطفل العقلي والجسدي اللي نغمان ممكن خاصه يستثمر من لاعب ويطور منه كيتهدم كيبدأ يمارس واحد المهمة معينة مع العنف طبعا والمساس بالكرامة لكي تخلي حتى الجهاز النفسي ما كيتكونش باش أنه يعاون في الجهاز يعني العضالي أو الشخص أنه يتطور دونك كتكبر لنا أوتوماتيك مو أشخاص عندهم أمراض عقلية عندهم أمراض عدوية هذي حاجة ثاني حاجة هو استغلال جنسي لتوتي أمراض عدوية لأنه ما هو نفسي يقدين ما هو عدوي كنعرف أنه دابا المغريب الأطفال سواء إناس أو لدوكور كيتعرضوا العنف الجنسي للأسف وما كيكونش واحد المواكبة لهم مسألة أخرى هي مسألة اقتصادية أنه هذي الأطفال رغم أنهم كي يشتغلوا ولكن بلا وعي ديال الدولة أو لا بالوعي ديالها كتحد من يد العاملة اللي ممكن تكون مفيدة على المدى البعيد وتاني حاجة لنا كتخلقي دواهر الاجتماعية لأنه نسبة جيل أنك تشغل الأطفال ويخرج من المدراسة كتخلق لنا واحد الجيل الغير واعي كي يقول لديك نسبة العم طالعة في المجتمع كي يقول لديك نسبة جيل الأم طالعة في المجتمع كي يقول لديك مجموعة ديال الدواهر اللي العمل عليها وخبرها ما يمكن أنك تحاربها مسألة أخرى أنه مسألة تشغيل الأطفال كتأدي لنا كذلك أنه في المجتمع كي يقول لدينا بنية أسرية غير سوية لأنه تشغيل طفل من 14 إلى 15 عام أو من 4 سنين لأنه تشغيل الأطفال في المغرب حسب الإحصائيات كي يبدأ من 5 سنين حتى 17 عام هذا الطفل هذا كي بدأ يشتغل بكري أو لطفلة كتوصل إلى 21 معين طبعا الفكر المغربي الذي لم يجب نفصل عليه هو أنه يجب أنني في هذا نجوج ونكون أسرة هذا غير واعي أب غير واعي أم غير واعية تؤدي الأسرة غير واعية كم قوها الظاهرة كان شروها كان ونحط براميش برنامج جيل عنف ضد النساء أو ضد الأطفال هالبرنامج جيل هذا المدراسي هالبرنامج هالبرنامج مع أنه كلهم كنت كبين في أنه في الظاهرة تشغيل الأطفال كنا مجموعة جيل الأمور كان يجاوزهم المغرب وكان يكون زعم من طلائع فيهم مسألة آخر هو مسألة جيل تشغيل الأطفال سنهضر من واحد الجانب آخر بسفتي يخدم في مراكز حماية المغرب للأسف حتى هذوك الأطفال للأسر ديالهم ما قادرينش أنهم يتكفلوا بهم أو لا كيتعرضوا العنف أو لا أو لا كيتحطوا في مراكز حماية الطفولة للأسف الحد لأن ما قادراش هذا المراكز هذه أنها تعيل هذ الأطفال مثلا كيتحط الأم ولدها كيتوز خمسة شهور ست شهور كيهرب من المراكز لأنه مراكز شبه مفتوحة ما يخرج كيبقى 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 هذ الناس اللي بره طبعا ما يشوفو كيبقى كيبقى يشتغل كيقولوا أجي نستغل لأنه ما يكون هذك الاستغلال جال كيبقى ينتج لنا نفس الظاهرة يعني حتى الدولة بمراكز هذ أمورها ما قادراش أنها تحد من هذ الظاهرة دونك بالنسبة لنحن من أجل تجاوز هذ الظاهرة خص الدولة أنها تاخدها بمحمل جد هذه المسألة الأولى مسألة الثانية خص توفر توفر مدارس في بنيات لمناسبة للأطفال كما هذرت على العالم القراوي ما خص يكون أنه يكون مدارس لهما بعد نقدر أنه نوفر مدارس قراب مع دور الطالب الذي يحترم كرامة هذا الطفل لأنه نعرف دور الطالب يحلم أنه يجي له لا يمكن يكمل به سواء بسوء التخذية أو لم سأل ما بيت سأل مركز طفول لا سأل مرة تلقى قد هك في مثلا 30 طفل 30 طفل واحد حدا واحد يعني سأل أنه الآباء من الذين سأل يجي وغير الدول وما يقول أنه بلاص من يقرأ وما عرف ما سأل يدير نمشي نخدمه أنا يعوني شوية في الدخل هذه مسائل القوانين يكون جزرية ما نظن أنه الدولة غير واعية بالظاهرة أو لأنه ما يشوفوش لأنه فيما مشينا أطفال يشتغلوا خصوصا في المهن الصناعية التي تؤثر على البنية الجسدية ديالهم أكثر وكان واحد المسألة أخرى اللي ضرورية واللي هي زعم الأساس جل مشاكل جل الأطفال في المغرب هي غياب غياب الصحة النفسية للأسف كنعتبروها طرف وإحنا كنعرفو أنه في المغرب هو تقريبا من البلدان اللي ما كيتوفرش على أطباء نفسيين اختصاصيين في طب نفسي للطفل عدنا فقط أطباء خداو تكوينات تكوينات بسيطة في هذا المجل ما عندناش أطباء اختصاصيا في طب نفسي الأطفال وهذه مشكل لأنه الطفل سواء داخل الأسرة العاجية أو داخل الأسرة لدورفها صعبة أو في المراكز خصو المنموم ديال الصحة النفسية لتخلي هي وعش ويا مسألة ديال استغلال جاله أولا لأن الدولة لا تريد توفر بريفيا أو لطرف يكون لدينا مستشفيات العمومية لأن الأطفال يمكن التوعيهم بالظاهرة لأن هناك طفل تقلس معه لا تريد مساعد الناس أو ما تريد تريد أن تريد لك الدولة أو مساعد الناس الذين لدي أطفال لا تريد أن لدي عليها لانه اصلا ما عندوش احتري زوتي الكيفاش يقنع هذا كالطفل وشكرا هدوم او ربما عرفوا ما بغيش يطبقوا لانه ماشي في مصلحته اذا هذي اسئلة متروح علينا جميعا يعني نقدروا نتفعلوا فيها العمال المنزليين راكينا ضوابط كان قانون خمس سنين سالات 23 انتهى الموضوع مدونة الشغل حقوق المرأة القواعد اللي كتنضم عملها داخل المؤسسة العقد ديال هذا الى غير ذلك الى غير ذلك الى غير ذلك كان كثير هذا الشي واش ما كناش حملة توعوية بالنسبة لتعريف الناس بالقانون يعني لا يجهلوا احد بي جهدي القانون اذا وهذا الموضوع اذكرني بواحد القضية كانت واحد مرة داس واحد القانون جريم حمل السلاح الابيض وفي البوادي كتعرفوا على انه غيك تقولوا حل ديك الدلحة كي يجيب تجنوي منجيبوه يعني كين هاد وكي عارف على انه حمل السلاح راه هو مجرم قانونا بمعنى ركين واحد واحد ديفيسيت واحد العجز في التعريف بالقوانين اللي كتنضم علاقتنا اجتماعية والعلاقات اللي كتنضم الأجير والعامل والمشغيل الى غير ذلك هاد غير فكرة هاي متروحة للنقاش وانتمنى ان ان نتفعلوا فيها في مور نتود لها سيدنا لنحاولونا تقول الكلمة الاخواني جوانا غادي نقول غير كلمة في هذا الموضوع هو ان الامور تخصى تكون في التنشئة متربع عليها انا سابقا وان قلت للطلبة دي كنقول لهم صرامة اللي بالفرنسية هي قلت لا دي مش فعل ولكن خسن صرفوا جو غير تغير تغير نغير غير نغير غير غير احنا كنستهنوا وعليش كنستهنوا لأنه كيف كان قولوا حنا يرى تشتبه كتبدأ من رعس الدروش باستوحد يستهن بالقانون باش كل شي يحترم القانون اما اذا تم خرق القانون من قبل مسؤولين على تطبيق القانون فهنا كتبدأ الفوضى لكن نتمنى الرافقة اليوسفي ياخد الكلمة بصيفته كخابير في المجال ديال التعليم وأنتم عارفين بأن المسألة لهذه الأساسية وأكتب عليها. مرحبا. شكرا للرافقة. أولا أنا بغيت نشكر لجميع الحاضرين من أصدقائي ومن إخواني. سوف نحاول نساهم واحد جوشة الزوايا ولا ثلاثة مع العين بأن الموضوع بغى واحد الوقت اللي لطويل وفيه زوايا كثيرة بزاف عملية اللي من المفيد أن تكون فيها هذي فوكس غوب اللي غد يكونوا يعني أنا تيبالي بأنه غد يعطوا الكثير من النتائج. نذكر بأننا إحنا نتكلمه هنا كحزب سياسي. هذي الحزب عنده تصوراته لما ينبغي أن يكون عليه المجتمع على الأقل في التصور القريب ديالوت يتكلم على مجتمع ديمقراطي. وبالتالي أن الدمقراطة ديال الدولة والدمقراطة ديال المجتمع تتخلك أنك تفتح عينك على كل المؤسسات اللي انتبسى ضدها وأصدرح سؤالا هل هذه المؤسسات الديمقراطية؟ وبالتالي أن الدمقراطة ديال التعليم تترح عليك هي السؤال اللولاني. تترح عليك الدمقراطة ديال الخدمات ديال المجتمع. ومن ثم أن كل حرمان من الحقوق من هذه الطبيعة تتعطينا بالنتجة أن المنصوب ديال الدمقراطية تكون خفيف داخل مجتمعين مثل هذا. وبالتالي أن نضالك مع أطراف كثيرة جدا داخل المجتمع والأستاذ عاصد تكلم بزافت لمرة في هذا الموضوع هذا. تيبغي واحد نوع من تفاعل ضروري داخل المجتمع لأن اليد الواحدة لا يمكن أن تقدمنا. وبالتالي أن نحن ما عملنا قلنا بأن نحن بوحدنا غادين ديروا الدمقراطية في البلد. وما عملنا في نفس الأن أننا ما وضعناش في صلوبة تصوراتنا الدمقراطية التميت أن تكلموا على الملكية البرلمانية بالأفق التي ستفتح الإمكانية للمحاسبة للمجتمع وفعل ديمقراطي. من ثم موضوع مثل هذا التي تطرح تديره النظارات التي فيها الكرامة وفيها الحقوق للإنسان وفيها أساسا كل ما يتعلق بمسلزماتها من ديمقراطة ديال الآليات. من ثم نطرح سؤال في هذه القضية التي نحن بصددها. وإن كامرا متروحين فيها جوجة الأسئلة. متروح فيها. وأنا جاء مع الرافق الأمين العام. وتمتذكروا في هذا الموضوع ديال أن متروحين جوجة الأسئلة. متروح السؤال ديال الطفل. ديال تشغيل ديال الطفل ومتروح السؤال ديال تشغيل ديال ديال. ديال أنا في تقديري أن نخصناه كمجتمع أن نرفضه. بقي أن نتحدث في هذين الموضوعين متلازمين. هما الكثير من الناس الذين يطرحون هذا الموضوع تيدخلوا من زاوية الهشاشة. وتيقول لك بأن هذا الجوجة ديال العناصر. يعني اللي هي الطفل والمرأة تشكوا من هشاشة داخل المجتمع. ومثل ما تيجمعوهم. وتيجمعوهم من هذه الزاوية التي تتكلم على الأستاذ عاصص ديال. الأستاذ عاصص ديال. كيفاش يفكر المجتمع. كيفاش أنه تيقصي. بهذا بهذا التصور. هذا شيء كله قائم. ولكن إلا بغيت تواجه قضية مثل هذه. أنا في تقديري أن الفصل ما بينتهم جوهري وأساسي. لا في القوانين ولا أيضا في الإجراءات التي ينبغي أن تكون. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية من لتنجيه القضية يعني ديال المداخل الكهرة. تنطرح السؤال المركزي في القانون هو. واش الإلزامية التي النصوص ديال الإلزامية. نصوص ديال ديال كل ما يتعلق بها بالمجانية واتصريفاتها. وهذه كل النصوص. المسؤوليات التي تتعطي الأسرة والمسؤوليات التي تتعطي الجهات لجهات الأخرى. واش تطبق. النتيجة أنه من لم تتدير الإلزامية بالشكل اللي هو على الأقل في النصوص ديالنا. ما تتوصلش. لأنه لا أنت التزمتي بالمعاهدات الدولية. والعاهدات الدولي الأساسي يعني ديال حقوق الإنسان. ولا أنت التزمتي بالدستور كما وضعته. ولا أنت التزمتي بالنصوص. وهنا بغيت نجاوب الأستاذ ديالنا سي. سي. أبو بكر على هذه القضية يعني ديال. ديال. أنا من خلال جريبتي يعني جريبة في وضع واحد المجموعة ديال النصوص من زمان إلى اليوم. هاد جريبة تنصل في هالواحد النتيجة مؤسفة للأسف وهي أن المغرب نحنا في المغرب نجيد كتابة النصوص. واحد شكل جميل جدا رائع يعني نكتب النصوص حنا تنكتب الإنشاء. يعني أننا ننشئ نصوصا مبدعة وهائلة جدا ما تيمكن لك تختلف بزاف مع النصوص اللي 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 المكتوبة. من الدستور إلى الميتاق ديال التعليم إلى إليه. تختلف شي شوية هنا وهنا وتختلف شي تفاصيل ولكن في النهاية ما تتكلم على النصوص. تلقى كل النصوص التي كتبت هي نصوص جميلة. ولكن البون شاسع ما بين النص وما بين التطبيق دياله في العدود ديال الدنيا. هل هذا كم نص طبقه معنا. تعني تقول لي علاش كي يقل السيابو بكر. أنا في تقديري ونتمنى أن يكون غلط. ولكن أنا دوما أسير إلى هذا الاتجاه إلى أن يظهر للناس العكس. هو أن الإرادة السياسية في الإصلاح الحقيقي ديال المجتمع بكل آلياتهم موجودة عشكابو قبل مرة. ودلائل كبيرة جدا في القطاع ديال التعليم. دلائم مئات الدلائل عندنا على أن ما نكتبه شيء. وما وما وعندما نطبق عندما نطبق المداخل الكبيرة المفاتيح الكبرى السورت الكبار ديال الإصلاح تتبقى في شيء جهة أخرى التي لا تريد لهذا الإصلاح أن يسير. وهو أعتقد أن هذا الخطاب اللي كي اليوم حتى ديال الدولة الاجتماعية وديال هذه الأليات للأسف الشديد أنه غدي يمشي هذا. علاش تقول لي يا أشنو مطلوب. أنا يقول لك أن المجتمع ينبغي أن يعي هذه القضية وأن يضغط بأهلياتها أن تجتمع الإرادات لأنه إذا اجتمعت الإرادات يمكن لنا أننا 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 نوصله. في هذا في هذا في هذا الإطار بغيت أنني أن نقطع حريك واحد جوجة الجمال الجمال اللولانية هي في هذا في هذا الإطار اللي أنتم بصدد دياله هو أن البرامج مشتتة. دكوه البرامج مشتتة كل برنامج أنا لا صغير برنامج تيصير بيني وبينك. برنامج تيصير برنامج يعني اللي هو خود من تجربة ديال اللولا وهو برنامج اللي هو جيد ما فيه شيء يعني محفيز ولكن الإشكال دياله هو عندما ينعزل على برنامج آخر ديال بناء الدور ديال المدرسة الجماعاتية. ولا بناء الدار ديال الطالب أو أنها تينفصل على بصورة عام الملف ديال الدعم الاجتماعي اللي اللي كان في هذا أو تينفصل على التربية غير نظامية. من اللي ما تنديروش من اللي تنديرو كل البرنامج بوحده أشو ما يتوقع تنتخف الجزر وهذه الجزر بينها وبين الجزيرة والجزيرة مياه وتنسقط فيها. فنغرقوا في تلك المياه والنساء أننا انطلقنا من جزيرة لنربط مع مع جزيرة أخرى. إذا الفكرة هي الالتقائية يعني إلا كانت إلا كانت هناك واحد الحد أدنى من الإرادة ديال الإصلاح النوع من هذا خصو يكون الالتقائية ما بين السياسات ما بين السياسات وخاصة البرامج. البرامج المطروحة تخصو تكون بيناتها واحد الالتقائية دي ما نسوله أشنا هما اللي كانين ما بين هذا البرنامج وما بين البرنامج الآخر اللي تي وصلنا الهدف. وإلا غادي نبقى وإلا قناة نتكلموا على كل برنامج معزول تنصحوا برامج مزيانة في حددتها لجهزة الدخول لها هي بوحدها ولكن معزولة وهذه نعطيكم واحد المثال البسيط ونسالي هو التربية غير نظامية. دلنا 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 تجريبة في التربية غير نظامية يعني باش يمكن لنا ولكن شنو الإشكالات اللي كانت الإشكالات اللي كانت الحقيقية هي ولمازالة إلى الآن هو أننا نسند هذه المهمة في أغلب الضن إلى الجميع. وهذه الجميعات من مصلحتها إدامة 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 التربية غير نظامية لأن على السخص اللي باش تتأكل هي هي هادو كل الهدر. وتنخرجهم ما باش نتكلم على بعض الأسماء المعروفة في المغرب ماشي ماشي ضروري ولكن تجي تخرج لك تلمز من المدرسة. بأساليب ديال 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 تحفيز تحفزه. علش لأنه تيقول لي أنت لغادي تقرأي تلاتة الساعات وهذه نعطيه الباباك وهذه نعطيه لممك وهذه نعطيه هذه وهذه نعطيه هذه. وبالتالي أنه هو تعيش من هذا الهدر نفسه. هذا هذا إشكال هذا إشكال حقيقي وبالتالي أننا خصنا أنا في رأيي أن التربية تربية غير نظامية من المشاكل الكبيرة جدا التي واجهتنا هي ملتي ملتي يكمل هذا الإبتدائي ديك الفرصة التانية ملتي يكملها ملتي نبغي ندمجه في التعليم الإعدادي باش من آليات كيفاش أنها دير فين كيفاش خصنا ندعمه. وانا تقديري أنه مكينش فرق كبير بزاف ما بين المناطق الحشة في 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 المدن وما بين القرى. يعني هذا الفصل التي تجعلو الناس ما بين القرى رحل الناس يوضعيه في القرى كذا كذا وضعيه التشغيل اللي كان في المدن ربما أفضع من من شغيل اللي كان اللي كان في القرى. تيمكن تكون هذا الشيديل ديال الصخرة اللي ديرين الأباء في العالم القرى. تيمكن يكون الرعي عنده تيمكن يكون الوضع الاقتصادي ديال على المقرأة وتيدفع ولكن في جميع الأحوال أننا يلوج هنا الناس افتجاه أن المدرسة تيمكن لها أنها تصلح لشي حاجة تيمكن هنا تيخص نمترحوا سؤال كبير جدا على وظائف المدرسة وعلاقتها بمجتمعها وعلى الوظائف ديال المدرسة ديال الغداء يعني أشياء بتعطي الخريجين ديالها من التي يشوفوا الناس بأن الخريجين ديال المدرسة ما بقوش بحالي أنا يعني اللي جاي وقريت ووصلت بالمدرسة دك السلم ديال الطرق الاجتماعي المدرسة ما بقاش تتقوم به النتيجة هي أنه يسهل تفاعل والتعامل المارين مع الهضر داخل 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 الأسر بل أنها هي تتساعد على حتى حتى هي أعتذروا لكم كانت قضايا كثيرة بزاف ولكن أنا تنظن بالليل رافيقة ورفق هذه يعني وضعوا بعض القضايا ولا بنتي بعض القضايا الكلمة شكرا رافيقة أنا أستسمح من أستاذ كان نسير قلت نعطي الكلمة لرافقة غزلان بسري اللي هي مبتلة ديال الخطاع النسائي وحنا كنتكلموا على الأوضاع الصعبة ديال شغيل النساء وحنا كنتكبروا بأن النهوض بأوضاع المرأة كلها من الأساسية تضلي رافيقة العزيزة بأجل التفاعل فهذا النقاش شكرا رفقية تيتواني والمدير ديالها للصدافة تحية لجميع الرفاق والرفيقات الحاضرين معنا اليوم كمنسيقة القطاع النسائي الحزب الشراكي الموحد فارسلا سأبدأ أولا بموضوع حقوق المرأة في العمل وربما هذا المرأة ستكلم بلغة الأرقام أكثر فمن خلال قراءة في الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمبادرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة فقد أعطت نتائج فعلا تبين أن هناك عمل كبير بمجهودات كبيرة لا زالت تنتظرون في مجال حقوق النساء فيما يتعلق بالشق التمكين الاقتصادي مؤدل نشاط النساء يبلغ 21% مقابل 60.9% للرجال وذلك حسب المندوبية السامية التخطيط لسنة 2022 يعني أن هناك أكثر من 8 من أصل 10 نساء خارج سوق الصغل تخصص النساء في المتوسط 5 ساعات في اليوم للأعمال المنزلية مقابل 43 دقيقة للرجال ولكن أنا مكن بالنسبة للشركة المنظمة كان القو بأن 12.8% فقط من هذه الشركة المنظمة التي ترأسها امرأة بالنسبة للمشاركة السياسية انتخاب السودسين امرأة أي ما يقادي 24% من المقاعد البرلمانية هي مخصصة فقط للنساء ما يقارب 40% من أعداء المجالس الجهوية كان النساء رئيسة جهة واحدة من أصل 12 الجهة اللي كانت في المغرب كانت امرأة واحدة هذا حسب انتخابات 2021 اللي كانت نطرقوا الشق دي العنف ضد النساء والفتيات هناك ألقوا بأن 57% من النساء المغربيات تعرضنا للعنف في حياتهم يعني أكثر من النساء المغربية تعرضوا للعنف في الحياة حسب المندوبية السامية التي تخطيت طبعا تم منح أكثر من 30 ألف إذن لعقد زواج قاصرة سنة 2018 بالنسبة لولوج الخدمات الأساسية 27% من النساء القاروية لم يتلقينا رعاية صحية جيدة قبل الولادة 6% من النساء أميات وذلك العدد مرتفع بشكل مهوي في المناطق القاروية بحيث أن هناك 50% ما فوق دي النساء أميات في المناطق القاروية أيضا هناك تعدد 30% فقط من الفتيات ما بين 15 و 17 العام لم يلتحقنا بالمدرسة مقابل 50.5 من الفتيات إذن من خلال هذه المعطيات هذه كتبين لنا على أن حقوق النساء هو فعلا لا يتجزع من منظومة حقوق الإنسان إلا أنه للأسف رغم مصادقة المغرب على اتفاقية عديدة من ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال تمييز ضد المرأة اتفاقية السيداء إلا أننا لازلنا بأيدينا في ملاءمة قوانيننا معها حيث أن القوانين الخاصة بالمرأة حبلة بكل أشكال تمييز من بداية القانون الجنائي مرورا بمدونة الأسرة قانون محاربة العنف ضد النساء وكذلك قانون العمل والعاملات المنزليين هذا فيما يخص الحق في المرأة في العمل ندوز الظاهرة تشغيل الأطفال بالنسبة لظاهرة تشغيل الأطفال تجدد أهدف تنمية المستدامة التي تم اعتمادها سنة 2015 لالتزام العالمي بالقضاء على تشغيل الأطفال حيث ينص الهدف الثامن على اتخاذ التدابير الفورية والفعالة على الصخرة وإنهاء الرق البعاصر والاتجار بالبشر لضمان حصر والسئصار أسوأ أشكال عمل الأطفال بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود إنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلو سنة 2025 تعد ظاهرة تشغيل الأطفال أو عملت الأطفال أيضا من الممارسات التي تمس وتضر بنموهم العقلي والبدني وتحرمهم من طفولتهم الطبيعية وتمس بكرامتهم وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى انتشار الفقر والأمية وسط العائلات طبعا مما يفرض عمل الأطفال هذا كله هذه المعطيات تعززها التقارير الوطنية فحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية التخطيط بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الذي يصادف 12 من يونيو كل سنة سبعة الملايين من الأطفال تتراوح أعمارهم بين سبع سنوات وأقل من 17 سنة كيشتغلوا هذا هو الحساب الإحسائيات اللي كينين 119 ألف طفل في العالم القاروي بنسبة 3.8% وتسعود 20 ألف طفل في الوسط الحضاري بنسبة 0.7% كما يقوم 6 أطفال مشتغلين من أصل 10 الأطفال أي بنسبة 59.4% بأشغال خطيرة جداً من بين الأطفال الذي يزولون هذا النوع من الأشغال هناك 3.7% في المجال القاروي و88% في المجال الحضاري تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 السنة كما أن القانون رقم 12 إلى 16 المتعلق بتحديد شروط شغيل والشغل المتعلقة بالعمال والعاملات المنزيليين تشبه عدة تغارات مثل تشغيل الأطفال ما بين 16 و 18 سنة لفترة انتقالية مدة وخمس سنوات مع العلم أن منظمة العمل الدولية تعتبر أن هذا العمل المنزيلي أو أن العمل المنزيلي عملاً خاطيراً كما تشبه اختلالات في آلية تفتيش التي لا يمكن أن يخضع لها المنازل وبالتالي على الدولة المغربية طبعاً توفير الحماية للأطفال من خلال تحسين ظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر حتى لا تعتمد على عمالة أبنائها معاقبة من يستغلون الأطفال دون سنة 18 من الأعمال المحفوفة بالمخاطر سن قانون كذلك يسمح بدخول مفتشي شغل للمنازل لإنقاذ الأطفال من استغلال الاقتصادي والعمل باتفاقية منظمة العمل الدولية في المادة 189 بخصوص العمل لائق للعمال المنزيلي شكراً أولاً تحية المؤسسة للفقير التطواني وتحية للحضور الكريم أنا للنقطة التي أطرتني وهي إحدى نتائج الأولية للبحث الإجرائي اللي قدمه السيد المناصفي وهذه النتجة هو أنه ربط ظاهرة بأن ظاهرة الهضر المدراسية تفرع عنها عدد من الضوائر منها ظاهرة ظاهرة ديل تشغل الأطفال وأنا أعتقد بأن لأن ظاهرة الهضر المدراسي ما هي بدورها إلا ظاهرة متفرعة عن ظاهرة أخرى واللي مرتبطة أساساً بفقر أغلبية الأسر المغربية وهي شاشة وضعية الاجتماعية بالتالي فإن نوجد أنه ليس تشغيل الأطفال فقط مرتبط بالأطفال الذين لا يجون المدارس أو هضروا الهضر المدراسي في حين أنه نوجد تشغيل الأطفال في الوقتات العطل المدراسية وهناك دائما نرجع بالتالي أن معالجة المسألة أو الإشكالية لتشغيل الأطفال لا بد من أن يكون لها عمق سياسي واقتصادي كنطالق من الوضعية دي البلاد الاقتصادية والسياسية باش نقدروا يعني وأن تكون علنا الجر الموضوعية في البحث العلمي وأن لا تكون هناك أسقف أو خطط حمراء أو نتائج يعني قبلية محددة للشكل القبلي بالنسبة للحلول هنا تفاعلا مع السؤال يطرح الأستاذ بوكر ديال القوانين هو شوف جميع القوانين في المغرب هي يعني لا يتم إنفادها بالطريقة السليمة أو لا يتم إنفادها بالمرة ليس ببسيط وهو أننا في دولة مركبة بشكل هجين دولة سلطانية مستبدة وهي الحقيقة التي تمارس السلطة ودولة يعني ديال النصوص وديال الهياكل فقط أنه يجي في إطار دموقراطية الواجهة لدينا دستور لدينا قوانين لدينا مؤسسات لدينا كذا ولكن في الواقع الأمر لا يجيش نعطيه غير مثال لدينا ارتفاع الأسعار المراقبة ولكن المراقبة ما تفعلت ما لعبتش الدور ديال احتران منظور الناس تجيب بالتالي أن أي تطبيق ديال القوانين خاصة في المسألة تشغيل الأطفال لن يكون هناك إنفاذ للقانون إلا إذا ما كانت هناك حركة الجماعية أو لواحد ضغط ديال واحد اللوبي حقوقي أو لشيء من هذا القبيل عندها يمكن نتكلم على الحملة مؤقت بطبيعة الحال مدام ما كان الديمقراطية في البلد المسألة الأخرى هو فاش نتكلم على الجزر على مقاربة تجريم العقاب نرى ما شو واحد دولة مثلا بحال الهند أو بحال الفلبين أو بحال الطايلوند عندنا واحد الإنتاج كبير كنجو بالتالي والعمل على أو مثلا غير الكافة اللي جئوا الأطفال وعفحين أننا عدنا مليون وزيادة ديال المعطالين ومن بين هذي المليون وزيادة ديال المعطالين 68% ديال الشواهيد العليا يعني 68% اللي يخدمون هما يمعنون في الشواهيد يعني هما يدارون الهضر المدراسي يعني هما يشتغلون في قطاع غير المهيكل في دور وفي قاسية وما يشتغلون في قطاع المهيكل بانزورين متدنية وبوضعية ديال استغلال البشع النقطة الأخرى وهو أن الحل ديال المسألة ديال تشغل الأطفال لا بد أن تتم هي مرتبطة بباقي مشاكل اللي تعني من البلاد وحلولها الأولى وكي تعطينا حل نهائي لا بد أن يكون من خلال إصلاح السياسي واقتصادي وليس إصلاح اقتصادي باش نعرفو الطروة ديال البلاد في كي تمشي وشكرا شكرا شكرا لأمين اللي تفاعلوا حول العرب نجال وما تقدم لأستاذ عصر أنا مساء الخيرة للجميع كنحيي لمؤسسات الفقه التطواني اللي تحت هذه الفرصة أنا نتنول هذا الموضوع أنا من جواني بأخرى ربما نقرر شي شوية اللي قال رافق ينسي أولا لماذا لا يتطبق القانون في المغرب تنظر أن القانون حتى هو يستورد لا يتطبق القانون اللي غادي مع البلاد يعني نجيب واحد القانون ونضع ولا يتطبق التانية هي أن هاد القانون هاد القوانين في المغرب بصفة عامة لا يتطبق لكي لا يتطبق للإنفراكش كيفا يتطبق دي القانون ترك التعاون مع رجلها على الحياة لأن القدرة الشرائية والفقر والهشاشة راه وصلت واحد دار رجلات وتصور تخدم المرأة وقد تخدم في طرف صعبة بزز منها كتخدم لأنه تفرضات عليها ونفس شيء الأطفال أيضا كنتمي واحد طبقة هاد الشيء يقي صغير طبقة طبقة الغنية لا يتطبق عليها ما تخدم شي دان واحد يعني تلوتين ولا ديال المجتمع اللي كيتقاس والأخرين ما كيتقاسوش طبعا القدرة الشرائية والفقر هات الشراء ما فيه واضح ونرجع الهضر اللي هضرو عليها الإخوان الهضر سيفغير الهضر كيتدي دير يكتم موما ما أصاب في خرسيم مبرسة قد يتمشي تخدم في أي حاجة يعني موضوعيا رهاب قدير القضية وحنا على الأبواب ديال واحد الدكراء ثلاثة وخمسين يصدر واحد القرار مش أوم في خمسة وستين ثلاثة وشرين مارس خمسة وستين ديال يوسف بالعباس يوسف بالعباس كيقول أنه اللي عنده 17 عام ديك الساعات يمشي في حالته ما يقراش في الليسي يعني شكون هادو اللي كيقيس كيتقاسو طبقات دنيا ونط المظاهرات اللي نط من تم ربما الحزب لكن مو حد انتداد ديال ديك الحركة اللي كانت في ديك الساعات هدا واحد الجانب الجانب الاخر تان هذول الدولة الاجتماعية اللي جات من بعد فشل النموذج تماوي الإقرار ديال الدولة اللي قلت انه فشل دار واحد النموذج اخر النموذج ما كيه هدرش على هذا الموضوع احنا يلا كان طالبو تان طالبو دولة العدالة الاجتماعية دولة ديال العدالة المناطقية والتضامن في المناطق مشي بهاد شكل ديال جات كورونا ارى نعطيوشي شوية ديال الفوتات ديال دولة الاجتماعية را كل شي كيهضر عليها القوى الانظمة اللي كتحكمها قوى رأسمالية كتهضر على دولة اجتماعية بهاد الشكل الاجتماعي كده الى اخير الى اخير نرجع للنقطة ما غاديش نختم المطلوب احنا في البرلمان يعني طبعا المولود التقافي والديني وكذا هادش راكين دون ياد المرأة راحنا عارفين هاد المولود والجه المقدس راكين واضح الجميع احنا دبا بون احنا في البرلمان الرافقة كبرلمانية اللي عرفتون هو كالتمنعات واحد سبعة شهور تمنعاتها كباش ما تمشيش للبرلمان على اي ندخلات اه اخسر نفكره التميبالية مقترح ما بالمؤسسة ديال الفقه التطواني والاحزاب السياسية احنا في الحجب الشركي المؤحد يمكن نديرو شي عمل مشترك ديال شي مقترح قانون تجريم الاطفال مثلا الاطفال ولا جونسيبا اللي تفكروا فيه يعني الفريق يمكن يشتغل معكم يديرو باش يدير هاد القضية وتنظر في القناة بيلموني عندها يعني ما من شجاعة ومن كده باش تدافع على هاد الموضوع وخصوصا انكم استقبلتوا البي باس وكده يدير يدير باش يدير الشي وشكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا على تفاعل دير مع هاد العروض مع هاد العروض لانا ربما نبدو بالمدخلة الاخيرة فالدور دير المؤسسة هو انها في اطار هاد المشروعين هو ان تقوم بجمع المعطايات تحليل ثم تقديم توصيات ومن بعدها توصيات هادو بيتسلموا الاحزاب اللي غيرترافع بهم في داخل القبة دير اللي غيرترافع بهم برنامان عطفا على ما قلته الاستاذ الكريم صراحة انتقتي نتائج الاولية اللي قلت وشرط في البيضي بانها نتائج مؤقتة يعني نعم اولية وقلت بان ما كانش علاقة ما بين الهاضر المدراسي وتشغيل الاطفال فهذا العبارة هذه ماشي حدا اللي تحتدته ماشي مؤسسة اللي تحتده ولكل الميدان هو اللي يتحدث بمعنى نحن المؤسسة كتقوم بواحد عمل مدني اللي غينتج واحد مجموعة من التوصيات وبالتالي ترافع نحن كباحثين الدور ديانه هو الوصف والتحليل بناء على جمع الموضايات ولربما الحزب يعني الدور ديانه هو الوصول للسلطة وبالتالي وضع السياسات وسيارة سياسات جديدة أو يعني مراقبة العمل الحكومي داخل قبط البرنابان يعني من الزاوية ديال المعارضة فحنا الغاية ديانه ماشي أنا كنديره السياسة وبالعكس كنديره علم السياسة ديال المعارضة فحنا نصف ونحلل يعني نبالوير توصيات عملية وكنتركه الفاعل السياسي هو الذي يمكن له أن يمارس السياسة بناء على هذه التوصيات التي خرجنا بها وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لأن الضايسة تدخلات كانت جد مهمة وأريد أن تكون مجرد إشكاليات تطرح ضمن هذا البحث العلمي لأنها كلها إشكاليات وإشكاليات لا يجب أن تتقاطع لأن هناك إشكاليات بالنسبة لتشغيل الأطفال ثم للمرأة والمرأة المتعددة كثير بالنسبة لتشغيلها بالنسبة للعنف بالنسبة للاعتداءات التي تكون داخل بالنسبة للاعتداءات أو التحرش داخل المؤسسات فلهذا يجب جميع كل تدخلات التي كانت جد مهمة وطرحها كإشكاليات وطرح فرضيات بالنسبة لهذه النتائج الأولية المؤقتة وشكرا مقاربة للمساهمة في معالجات الظاهرة طبعا ميدانيا نحن عارفين عرفنا كلنا الظاهرة وعرفنا أسباب الاقتصادية أسباب اجتماعية أسباب الثقافية أسباب الأصارية أسباب الثقافية كيف نفعل؟ أسباب الثقافية وعرفنا أن هذه المشكلة لتشغيل الأطفال كنا مسؤولين هنا سياسات الدولة هنا برامج كبيرة وكنا لما أسباب الثقافية أنا قد تلقيت على شيء ضار كمواطن وقلت لكم وذلك الولي إلى عددكم إذا ما يمشي المدرس وحسن له ما يوقع كذا وستعمل شيء أسلوب بيداغوجي ونفع أنا حليت المشكل بلا من نظر على أمور كبيرة وكذا نظريا وعمليا كيف يمكننا نساهمه في المعاجلة الظاهرة النقطة الثانية كيف يمكننا حدود الحدود لإمكانية المتوفرة عندنا ثم بالنسبة وضعية للمرأة كيف يمكننا نحسن وضع دي لها كي يمكن تحل الحزب السياسي اللي عنده إمكانيات ترافعية كبيرة داخل الحكومة وداخل برلمان ما أدرواش عليها ولكن كمجتمع مدني الوضعية للمرأة في حلقات تفاعل التقاء الناس داخل الأسواق داخل فضاءات العمال التقاء بهم في الشارع إلى غير ذلك يعني المناسبة يعني أنا غير هذه أسئلة بسيطة مجي نحاولون نتفاعلوا فيها معها شكرا لأستاذ بوبكر في الحقيقة يعني الحضور للقاء مثل هذا الإشكالية أو الإشكاليتين مطروحتين اللي خصو يكون هو المساهمة في إغناء الحلول المقدمة لانتم وصلتوا لواحد الجانب من الحل الأولي وصلتوا على بعض الخلاصات اللي ممكن لها تكون كمنطلق هذي أولا مزيانة قبل ما نجاوب على السؤالين بسرعة رهما يمكنش ناخدوا هاد ظاهرتين بلا ما نقوموا بتحليل أولي لش نوقعها في البلاد البلاد مثلا كيقولوا اليوم كيف ذكر الرافق العالمي فشل نموذج نموذ داروا نموذج نموذج هاد نموذج نموذج كين تحليل ديالو باش نستفدوا منه في هاد القراءة أولا ما كيش نموذج نمووي كيتكلم على جيل جديد بين الإصلاحات من أجل خوصصة ديال تعليم الصحة واتشي كله اللي بغينا احنا كما داخل نعاونوا به الأسر ونقلصوا به هاد الفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية باش ممكن لنا نعطقوا الجامع ويكون مغرب ديال الموطنة الموطنة في كل جهات الوطن هاد النموذج أولا ما كيش الدولة الاجتماعية اللي جابوا هاد الناس يجي الاجتماعي باش يسجلو الجامع باش غدا غادي نعطي واحد الدخل مش ديال الكرامة ديال الفلاس المبين ديال الناس اللي تحت العتابة ديال الفقر والاخرين غادي نحيدوا صندوق المقصة ما نقاش نديروا الدعم هاد شي اللي جاي هاد شي جاينا وحنا مايمكنش نديروا يعني دراسة هكا بحل احنا في فرنسا اه نعم انا كنقل قلتو قبل بانو بغيتو هذا هو تنظرنا هذا مقاربة مختلطة وفعلية وقلتو بانو المسألة ديال المشغيل والأسرة وكأن المشغيل وأسرة هم المسؤولين على هاد شي نسيتو اسمح لي ما شها ديال العبارة الصحيحة انو الدور ديال الدولة هاد شي ما يقعو هاد الفوارق الدور ديال المجتمع المدني اللي كل دولة فيها مجتمع مدني حي إلا وقد تحاول تجاوز هاد شي هاد من ناحية تانيا واليوم هاد سؤال بغيت نترحو معكم احنا بغي ندر يقراه الهدر المدرس عملنا مباراة التلاميديا وانا ما تعرفوش يقراه في الشهادة البتدائية يقراوش يقراوش نص كيعرفولوش كي غادي نديرو احنا واجهنا نشو نقول لأبا قرروا لدكم فلن يقراوش من قرية ماذا نقراوش إذن أنا نبغي نذكر بأنه سنستفدو من أشكي يوقع اليوم ودائما نذكر أنا بواحد الباحثة واحد العالمة اللي هي جزائرية فرنسية تتشتغل على وصول تعلم ولقات بأنه مثلا في أوروبا هذه اسمتها ماليكة بوداليا ولقات بأنه في أوروبا الأطفال الصغر يحفظهم قصائد شعر صعيبة فيها ألفاظ يعني عبارة صعيبة مش بالضروري يفهموا هذه الساعة ولكن يتملكوها من بعد ويخدموا معهم ويحاولوا يعني يفيقوا الدكاء ديالهم بالعمل على والغريب هو أنه القاتب أنه نسخ ده القرية اللي كانوا يقرؤوا جدودنا كيف يعني أنه الطفل في سبعة سنين كان حافظ القرآن عنده سبعين ألف كلمة في الدماغ دياله قد ترسلي ديزو طغوط قد يكون داكي أما الطفل اليوم بالمنهاج ديال العصري بين مزدوجتين عنده خمسين كلمة إلا كان منتبه أجلب خمسين كلمة لخمسين ألف كلمة إذا أنا بالنسبة لي وقتنا نشوف هذا الملصق ديالكم الشبكة للقراءة اليوم باش نعتقوا بلاد بحل هذي متخلفة ما بقى تتقرأ موالو بالفعل اختطوا تقافية تنويرية ولكن خاصة تشجيع القراءة أنا كنضن فعطنا نشو نتقع البيبان ما نتقوش بيدينا أخوين كدلوا كتيبات من ليفتل هذي الصعيبة اللي فيها الشعر صعيب نعم وغسوا يقراوا ونحفزوا الدراري هذي يصير كيف ذكر الأستاذ اليوسفي مهمة وعطت نتائج بدول خراءة ووقف عليها عن كتاب وغسا نشجعوا بالفعل فقير ما غاديش يمكان إذن هذي 6,000 ريال مهم كيدورو خصة طور خصة طور وخاص هذي شبكة القراءة السؤال ديالك غادي ما نطول شعليكم إذا بغيت نتفعل أيضا مع أستاذ عصيد بالفعل نحن مني كان تصور المجتمع وكيف كنا نعالج الضائرة كحيز مشتراكي موحد تقدمي كان أمنو بأنه خاص البلاد تكون فيها المواطنة الكاملة المساوات ما كيش حاجة اللي اسميتها هذك حين تساكن نفتين غير ما غاي وصلوه هذك في الجبلة ماما شيخ الصو المعالجة دياله ولكن ما هذا شي يتعالج نحن أول مرة في تاريخ المغرب ربما كان شحال هذي أنا ما نديش الخبار نضبط الانتخابات في نفس اليوم باش نجي المسألة الثالثة اللي قال واش ما كنت تعملوا والو على المستوى المحلي المستوى المحلي نضبط انتخابات ديال الثمانية شوتين بالألف وعشرين أعطتنا ثلاثة الأحزاب فازوا محليا جهويا فازوا بين مزدوجتين محليا جهويا في البرلمان في حكومة كيتبقوا كل شي ما يخليولك فانت يمكن لك تقدم وما تعرف الأحزاب التقدمية والشراكية شنو كانت عملات يعني في محاولة انتشاء لهذا كل الفئات يعني الهشة من الهشة وكيفاش دروس الدعم والتقوية بالمجان ليوم في الدرب يدون ممكن نقدم مقرات كان عندنا خمسين مقر عندنا واحد دابا ما يمكن لك لك لأن نسمون مليل العقار ونحسنا ندير شويل إذا المساهمة في مقاربة الظاهرة التشغيل في البوادي هذا سؤال واجه لأن تمفين هذه الظاهرة كاتبان وغادي تزيد تضاعف مع الجفاف وكذا كان جيو نشوف البرنامج الحكومي نقول هذي الناس بغاو يديرو باش ننفعو لا ما كي ناش تشي حاجة حول النهوض بالعالم القنوي في البرنامج الحكومي الحالي اللي غادي التي يقبلوا عليها المغرب في 12 الجهة هي تقسيم المغرب إلى 12 غادي نديرو مجموعات صحية جهوية وغادي نعطيوها لزوبيتو غادي نحلو لسياشو مكتوبة في القانون يعني هذي البرح قالوا لنا غادي نبني سياشو في الراشدية وربما نشوف ابني من لال دبلا وسيتم محل والوزير قال لس وتقرر لنفتش إذن هنديرو 12 مجموعة صحية نعطيوها لزوبيتو نعطيوها لكين ولما كينش ولكن غادي ننصوها باش غادي تدير الخصصة ودير حانود ديال 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 بشكيتو ولد بررسة باش جيب في ليستات باش غادي نشوفو كيف هش غادي يمكن لنا نجيب ثم كل ما هو طاقي واساسي غادي نديرو 12 وكالة تاهية غادي نقسموها لوين وما كايش عاد اليوم نستقبل الكاتب العام ديال العمال ديال الطاقة واحد الرجل مستقيم ونزيه وممتاز اللي قبل منه كان عنده الملاير لأنه كيخوف الدولة غير غادي تعطيني ونخرج لك العمال الشريع يلي ميليار ديال ولكن رسوله بزيان ورجل النازين وكيقول للأمور مشت بهذه الوكالات الجهوية اللي غادي تقدر كل شي غادي في التسليع والخوصص ولكن مش غادي نحط يدينا لا هنا فين غادي نرجع كنقول دور ديال دول نأكد عليه والدور ديال المجتمع المدني يعني المجتمع المدني يجب أن يتحمل مسؤوليته في إيقاف هذا النازيف وفي اقتراح البدائي يعني أنتم اقترحتوا بعض الأمور اللي هي بالغة الأهمية وأن المزال كنأكد على القراء راه واحد طفل ما يقرش قاعد بتلاقي كله تتعرف في قراء العربية وربما شوية الفرنسية وشوية انجليزة منسبة لي حسن من واحد أخر قاس في القسم من صبح الله خصتنا نبتاكره خصتنا خصتوا يكون القانون نستند على شي حاجة أنا ما عندي القانون ما عندي ولو القانون ولكن في مثل وقت خصتنا إصلاحات مهوازية باش يمكننا نصل لهذه الدولة اللي في العدالة الاجتماعية واللي غادي تقلص من الفوارق واللي غادي تجعل الناس لأن المعضلة الكبيرة هي يعني الأوضاع الاجتماعية المزرية هي اللي كتجيب لنا هاد هاد الأمور هدي و يعني يمكن ربما شي حاجة أخرى بغيت نقولها بسرعة يعني كاين كاين بالزب دي الأمور ما يتقل ولكن مهم خاص عمل يتدار وهذا العمل قبل شرط بأنه كاين مشاكل احتمر تبطة بالهيئة دي التدريس وهذا الشي يؤلم لأن جميع الأنظمة تعليمية اللي تقدمت تقدمت بالأسات دول الأستاذ دي اللي هما تكون تكريم دي الهو ماد د كل شي غادي باتجاه تعميم العقدة وخاذ ما كيف رجع لك يقول كحن مانا قال لك توحيد المهني ماذا يعني التوحيد المهني نحن بغينا توحيد في إيطار الوظيفة العمومية بطبيعة الحال التي يوصي صندوق النقد الدولي بأن مغساش بقاء وخاص لغيال وهذا يوصي صندوق الدولي ولكن صندوق الدولي يوصي ولكن الحكومة تقاوم الحكومة الحالية مع كل أسف لا تريد المقاومة غير قادرة على المقاومة لا تريد أي مقاومة وغادي بخطة سريعة ونحن هذا بعنا الفطرة دي الفطور دي البرلمان ولكن في هذا الوقت هدف يدوز بسرعة تغير ويصوت بالإجماع على بعض القوانين التي تترهن مستقبل البلاد ومستقبل أجيال وربما من المقاومة يقدرون يصدر كل هذا خاص يكون العمل يعني لا فغمانس توصل للناس ويكونوا نقاشات بحال التي تحتوي الفرصة اليوم باش نتنقش فيهم باش يمكننا نتبادل المعلومات فيما بيننا نقدموا الأجوبة وراء سنقدم ونقدموا الأجوبة واحد العدد دول كانت كفز منها وستطعت بأنها تقدم وستطعت بأنها تحبز هذا النزيف وأنها تبدأ في البناء الحقيقي اللي ما يمكن يكون إلا بناء المجتمع الديمقراطي ودولة ديمقراطية شكرا الحلول أنا في تقديري أنه رأيت لقبيلة بأنه خصنا الالتقائية القضايا كل ولكن إذا تم في هذا البحث التركيز على الأقل في القضايا الاستراتيجية الكبيرة يعني البعد التقافي لا تتكلم إلى ما وعين الأسر وعين لمجتمع بالتربية بالتربية لا تتكلم إلى أننا نحل لا كان الأليات الإشتغال مع الأسر كيف كان الأليات الإشتغال مع المجتمع كله لأن الإعلام ما وظائف المدرسة ما وظائف ها يعني يعني الجامع بنفسه اشنو وظائفه الجنيد ديال الناس رخصنا اننا ندخلوا البعد التقافي لانه اساسي وهو فيه بعد تانيا الشيق التاني والشيق القانوني انا في رأيي الجريم القاسي باقصى درجات ديال ديال ما خصو يكون ما فيش الى ما درناش قانون قاسي واضح ودرناليه الاليات ديال تطبيق دياله الصارمة رامتي يمكن لنا نصلوا في هذا الموضوع اي حاجة تنتمنى على موضوع بحال هذا والمشرفين على بحث من هذا النوع انهم على الاقل في هذا المرحلة يحلوا يرعينهم في هذا المرحلة اللولانية يمكن يجيب واحد اخرى على القوانين على الى البرامج ديال الاحزاب اللي كانت فاد الصدد على الاقل يري يري شوفوها عشنو كانت تقول في هذا الشي لانه الى اشتي البرنامج ديال الاحزاب اللي هي حكومية اليوم رأي عندك سؤال تاني في نواد شي اللي التزمت به مع 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 الناس جوج انك جوج ايضا ان الجماعات الترابية حتى يقول لك بانه صعيب عليه يدير يدير البرنامج ولكن فينا وبعدها برضا ما نجو اصلا اذا الى مشينا علاش لانه عندنا ثلاثة ديال الحزاب اليوم انا متنقصداش هي اما انا بعيد على هذا الشي على هذا المحاسبات يعني الضيقة ولكن عندنا ثلاثة مهمين على الجماعات الجهوية ومهمين على الجهات ومهمين ايضا على اسمته الى مشينا هي البرامج ديال هاد الناس وشتناها وطرحنا سؤال اين هي هذه البرامج على مستوى الجماعات الترابية على مستوى الجهة على مستوى اه الوطني تيم كلنا اننا على الاقل انه وعيو الاحزاب انه ما تبقاش تقول الجمل اه اه عامة في برامجها شكرا 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 سيدي ديال الدولة كتعتبر انها منين كتوضع قانون انها قضاة الغرض تماما مني كتمشي الجونيف كتقدم ديك القوانين على ان الدولة كتدير خدمتها تماما المجتمع المدني المغربي كيمشي كيدير تقارير مضادة باش كيقول او تديرها هاد الشي اللي قلت لحكومة راكاين في القانون ولكن الواقع انا ما فيه جد شي دابا نعطيكم مثال اجتمعنا مع وزير على المشكل ديال الرعي الجائر في الجانوب الناس كيزرعوه كيحرطوه كيخدموه تلت شهور ربع شهور كيجي الرعي الجائر كيقول لذلك الشكره كيبقوا في الصفر قال ينا را كي القانون مية و تلتاش تلتاش هوا القانون كين ولكن را فيه امور واش الدولة عند امكانية ديرها مثلا حجزوا قطعان الماشية لا وضعواها في الحجز واحد جاي بألف وخمسمائة جمل واش سلطة المحلية بتقدر تحجز هديك الالف وخمسمائة جمل ومنين غيجيبوا لهم ما كلا شنو غيوكلوه يعني امور غير واقعي ولكن الدولة كتقول كدرت خدمتها را هدرت القانون مية و تلتاش تلتاش بيعني بحالي لحلات المشكل بينما في الواقع ما كانت مشكل اللي اللي تحل هذا من جه من جه اخرى كي هاد تراخي في تطبيق القانون بسبب ان الدولة مزدوجة كين الدولة اللي كتوضع القوانين وكتجودها وعندها مؤسسات ولكن كين منطق اخر داخل الدولة هو مضاد للقانون والمصلحة ماشي ماشي في القانون دونك لما المصلحة ما كتكونش في القانون كتعطت تعليمات اخرى مخالفة للقوانين ولما البرلمان ينكسوا له وزير الداخلية مؤخرا على البني في الوسط القراوي كيقول لهم ما هذا شي ما كانش را الوسط الحضاري هو اللي فيه البلان وفيه الرخصة وفيه العالم القراوي لا يطبق عليه نفس شي ولكن مي كتتمشي لدك العالم القراوي كتنظر ان البني ممنوع الا بيرخصة وتجيب الارشيتك بمعنى عمليا وزير الداخلية كيتكلم منطقة المؤسسة ولكن على ارض الواقع السلطة كتدير احجا اخرى وبتعليمات غير مكتوبة اذا احنا هنا امام دولة مزدوجة خاصة نعملوا وقفة يعني على صعيد الوطن باش نحلوا هاد الاشكال لانه ممكنش نستمروا بهذا الشكل التجويد ترسانة قانونية بينما الواقع يصير في اتجاه واحد متفق معكم مئة في مئة غير كين واحد جزء كبير من المسؤولية الشخصية يمي معنا نفو با جوتي لغي سمسابيتي شون لطر انو كحنا جزء من المسؤولية كذلك الممارسة مثلا انا مكان اضروع الا العمال المنزلية انا مكان اشتاعد لي الضاري عندي خديمة في البيت خصية عمل لها الكونتراكسي عمل لها كذا دونك يعني هدي 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 العمل موكول إليه شخصيا لستطويقه ما كان عيش واحد جي الفرد عليها او احنا القانون او هذا ولهذا يعني انا في نظريتي في نظريتي اي فو بارتاج لغي سمسابيديتي كي لغوين بارتكوليما كي لغوين بارتكوليما كي لغي سمسابيتي دلتا وديلس انستوتيشون وديللومان حساب المرات الدوب درع دا ارادة باش ما ننكروهاش باش تطبق واحد القانون لكي بشي لواحد الادارة كي المتقاعس كي موضف متقاعس ما كيتطبقش القانون بمعنى هذا ماشي هي هماشي سببانون ويدور ديال لغيفليكسون دليطا هذا عملية موكولة لأشخاص غير المخاطبين بتطبيق القانون ما قدومش يعني ما قاموش من ادوار ديالو لانا باش نختم فاللقاء المبارك الاستدانة بيامونيب دائما رائع اه لقاء سؤال تفضل تفضل اسمع لي اه لقاء سؤالي هو عبارة عن تفاعل مع الاستدانة بيامونيب هو اذا اخذنا طبعا شيء اللي يجبين الاستدى بخصوص ان تمانياد النساء من اصل عشرة ومن خارج سوق الشغل ورجعنا للمسألة العقدة اللي تحدثوا عنها في مجال التعليم كان لقاو في يعني في المباراة الاخيرة سنة الفين واثنين وعشرين ان نسبة الاينات اللي ينجحوا في مباراة التعاقد هي ستة وثمانين في المئة مقارنة مع نسبة الدكرة يعني كيفاش كتشوفوا هاد المسألة هاد؟ شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر على يعني الرزق وكين الآباء اللي كيكونوا في وضعية إحاقة ويحتاج الأطفال لأنهم يساعدهم كين نايمائينا ما ينقدرش نقولوا على أننا ولكن هذا لا يعني أننا نخصنا نقولوا رعجزنا على مواجهة المشاكل اللي يقدر ودبا نعطيكم مناغير في الختمة الكريمة أنا أنا معكم تصليمي المدير الإقليمي يخميسات وفاجأني قل لي بدت الحالات كالتحل ستد الحالات حلت وقل لي من الأسبوع المقبل بكل وضعيات اللي عاشناها والجلسات اللي سيماعني عقنا مع المديرين الآن نتائج بذلك الترتب على ذاك اللقاءات يعني استد حالات أصبحت الآن رجعوا الأطفال اللي ندرستهم وعلى أن الباقي سيكون في بداية الأسبوع المقبل سيكون نديروا مع اللقاء إذن سنكون نساهموا لا نحلوش المشاكل ديال الدنيا والدين ولكن كل من ساهم سيحاول يحل واحد المشكلة المجتمعي ويحاول الظاهرة حتى تمشي بالنسبة بالنسبة النقطة الثانية يدرد أكثر على الالتقائية الالتقائية كانت مشكلة قانوني في فرنسا والسادة كتابة تعرفت شي في اللواء الورغانيق في اللواء الفينانس عندهم الميزانية القطاعية وعندهم الإمissions ce qu'on appelle الإمissions الإمissions c'est quoi الإمissions c'est un ensemble دي بيجي المشكلة ما هو واقعي وكما كما ذكرتي النقصي يكونوا حلول كانوا واحد النقطة اللي مازال عندنا شوية فيها مشكل وحكم أني خدمت في جمعيات بزاف كنا واحد لوقيت كان واحد القروب كنا نحاول نديرها في الوسط القراوي هو التوعية بالتربية الإنجابية لأنه مسألة تربية الإنجابية كتلعب دور كبير في ظاهرة تشغيل الأطفال لأنه يعني في الوسط القراوي كتلقى عائلة مثلا والدين خمسة ستسبعة سنغمل راوح ثلاثة ولا أربعة الدرارية لما قلناش كاملين غيضحوا بهم نسوق الشهول هاجي واحد النقطة اللي أنا بالنسبالي يخصح تيضاف لأن مسألة تربية الإنجابية في التعامل مع سخطول يكوب بالجداد في الوسط القراوي خاص تلقى لهم طريقة كيفاش أنك تتوصل لهم هاد المسألة وعندي مسألة أخرى اللي كانت قلت هو أنه تلمجتمع المدني أو لحيث السياسي خاص يخلق مبادرات مثلا إحنا نفض من ناس كان رفاقنا الحزب مع رفاق أخرين خلقوا مركز إيوال التنميدات تجريبة مكاملة من نجحات مجموعة التنميدات اللي كانوا من قاطعين قدروا أنهم يرجعوا للمدرسة لهم لأن هذا الفضح وفر لهم مجموعة الإمكانية اللي كانت مفرش لهم كأحزب سياسية أو لمجتمع مدني ماشي دي مخص يكونوا خطاباتنا للدولة دي المبادرات مع القوى الحية والمدنية في كل مكان ولكل منطقة وشكرا وفي الحقيقة هذه كلمة ختامية اللي هي مهمة مجددا بغيت نشكر المؤسسة دي الفقه التطواني على هاد المبادرة وكانت من ركون توفيق في هاد المبادرة وفي هاد البحث اللي كتقوم به اليوم في هاد المجال اللي هو مهم بالفعل هادي كيف قلنا إشكالية اللي هي مشعبة وخصا مداخل اللي هي مختلفة أنا كان مغي نذكر بأنه كل ما تطلقنا إلى إشكالية إلا والمسألة التعليمية كتجي كمسألة محورية وهنا بالفعل الدور دي الأحزاب في الدفع بالنهوض بالمنظومة التربوية والبحث العلمي في البلاد دينا والحفاظ على العمومية والجويد دي التعليم والنهوض بأوضاع الأساتي له هاد شي رأى أساتي هادو من المداخل اللي هي أساسية ونتنذكر هنا واحد وقت كانوا الطالبة بزاف كيمشوا لروسيا وكان قلوا كلهم كينجحوا ماشي كلهم كانوا كينجحوا كينجحوا تدوزوا يعني الدورة الأولى نيمتين تنجحوا شي كيعودوا لهم الدورة التانية اللي ما نجحوش وهذا ولكن الأحزاب ستقوم بعمها احنا مع يعني الإمكانية المتواضعة الأحزاب دينا يعني المقرات دي الأحزاب دينا فيها مكتبة لي مفتوحها بالمجان وكتوزع الكتب بالمجان لأنه لعود قبطنا الفيروس دي القراءة غادي نكون بالاتجاه الصحيح ولكن هذا لا يكفي خاص بالفعل يعني أنه اندفعوا باتجاه الضغط باش تدار سياسة اللي غادي تقلص من هالفوارق واللي غادي تعطينا واحد النوع من العدالة الاجتماعية لأنه أستاذات يقول لا أستاذ احنا نقرر في فصل في أربعة دي المستويات الطفل كيدخل لابس سروال دي وقال لي في آخر سنة كي يقول شورت هو تيكبر وعند غير هذا إذن خصنا مجتمع لي يكون متضامن خصنا دولة متضامنة وخصنا مجتمع مدني لي يكون متضامن كل مبادرة مزيان ولكن هذا شخص يكون في إطار تصور منسجم ماشي غير نضرب ونضيع الجود ومثلا نشوف النتيجة كالقوة ما استهنوش إلى طفل واحد ما قلت رجع ندرس دي يتحمل مسؤوليته ومع الأحزاب كيف قال أستاذ لي مش أنا قلت دا كالنهار والبرنامج جال كوم ولا تصريح الحكومي يتحمل مسؤوليتهم خصوصا هذا في الدكتاتورية الأغلبية ومتن يريد يسمعوه حتى المقترحات يعني يسدد اثنهم بعد مرة مقترحات جيدة جدا تعديلات قوانين مهمة جدا كلها ترفض يعني ماذا يعني هذا يعني أنه المدخل السياسي كان قلورا أساسي لأنه لابننا دولة الحق القانون حتى العداد المشاكل ستتحل وشكرا لكم شكرا شكرا شكرا